الموضوع للتعامل مع الأحداث مرة أخرى يعود عادل عبد المهدي ليوجه رسائل إلى المتظاهرين لا تخلو من التهديد والوعيد تارة ومن التلويح باحتمال نشوب حرب أهلية خطيرة تارة أخرى هذا هو ما دائب عليه سياسيون منطقة الخضراء منذ أن انطلقت ثورة تشرين المطالبة بإسقاط النظام إلا أن ما يثير الانتباه فعلا هو إشارة عبد المهدي خلال جرسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى مسألة إغلاق المتظاهرين موانئ وحقول وشركات النفط هل يجري التغيير عن طريق التهديد مثلا؟ عن طريق الذهاب مثلا؟ ومنع شركات النفط عمل أو إيقاف الموانئ مثلا عن العمل ونخسر مليارات الدولارات؟ إذن هو النفط ووارداته ما يقلق عبد المهدي وحكومته والأحزاب الحاكمة ولا يغفى على أحد أثر تعطل هذا القطاع الحيوي على جيوب السياسيين الفاسدين الذين دائما ما كانوا هم المستفيدين الوحيدين من عائداته على حساب مصالح أبناء الشعب وهنا يصبح لزاما أن نتطرق إلى ما جاء في تقرير لموقع أويل برايس البريطاني الذي أكد أنه لا يمر شهر دون ظهور فضيحة يتورط بها مسؤولون حكوميون في قطاع النفط العراقي وهو الأمر الذي مهد لأن يكون العراق واحدا من البلدان الأسوأ في العالم من ناحية الرشوة والفساد الموقع البريطاني كشف أن شركة يوناؤيل النفطية دفعت ملايين الدولارات كريشا لمسؤولين حكوميين من أجل حصولها على صفقات ومشاريع في جنوبي العراق ومن بين هذه الشخصيات وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني وزير النفط السابق عبد الكريم العيبي المدير العام لشركة نفط الجنوب كفاح نعمان ونائب وزير النفط ضياء جعفر إضافة إلى ملفات فساد تخللت عقود حقول نفط كبرى مثل الزبير والغرف وبالتأكيد فإن ملفات الفساد الكثيرة التي تورطت فيها حكومات ما بعد الاحتلال وكبدت العراق خسائر بمليارات الدولارات في وقت حرم أبناء الشعب من أبسط حقوقهم بالعيش في حياة حرة كريمة كانت من بين أحد أهم الأسباب التي دفعت العراقيين لينتفضوا على النظام الحاكم ويطالبوا بإسقاطه وربما إن عبد المهدي لم يعي حتى الآن أن العراق لن يعود كما كان قبل انطلاق ثورة تشرين وأن العراقيين عازمون هذه المرة على التغيير الجذري والشامل فهكذا هم العراقيون إن أرادوا أن ينتفضوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر